أيضا في الفترة الماضية كان هناك مجموعة أحداث تتابعون التذيق على الإسلام في فرنسا باتت الأمثلة كثيرة ونحن نعاون الأستدنى الشرية ويعطينا الصورة لأنه كان عن قرب في بعض اليوم انتقدت لأمم المتحدة قرار السلطات الفرنسية حضر ارتداء الحجاب حتى على الرياضيات التي تمارس الرياضة المرأة الفرنسية ضمن دورة الألعاب الأولمبية تعرفون أن فرنسا ستستقبل ألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل الأمم المتحدة هي التي رفضت قالت بأن هذا فيه امتهال للمرأة وضرورة أن تكون لنساء حرية في اختيار ما يريدنا ارتداءه المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قالت إنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو ما لا ينبغي أن ترتديه وطبعا أن هذا الكلام يأتي في سياق أن الحكومة الفرنسية دائما تقوم أنها تلتزم بالعلمانية ومنعت الحجاب في كثير من المدارس والمؤسسات ما الذي يحدث؟ لماذا فرنسا دون باقي الدول الغربية تأتي هذه الأمثلة المشوهة؟ هل هي عقدة من الإباس كلباس أم من الإسلام كديانة؟ نعم صحيح فرنسا منذ زمن مش فقط يعني حتى في تعريف اللائكية عندهم أو في تعريف العلمانية عندهم علمانية فرنسا وعلمانية ولائك فرنسا غريبة جدا عن باقي الدول الغربية المتبادل للذهن أن العلمانية أو اللائكية هي يفعل ما شئت ويفعل ما تشاء يعني لك حرية التصرف وحرية التعبير وحرية المعتقد وحرية التنقل وحرية اللباس وغيرها من الحريات المطلقة التي يتبجحون بها بدليل على أن كثير من المسائل مثلا في قضية الزراء الأديان وفي الزراء المقدسات بقت فرنسا صامدة وحينما أعلنت مثلا لا تذكرون مجلة شارلي إبدو أساءت برسوماتها المسازئة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام خارج رئيس الفرنسي وقال الحرية التعبير يعني خط لا رجعة فيه ولكن حينما نرجع إلى الحريات الفردية تصبح لائكية فرنسا غريبة جدا منذ 2006 أيام حكم ساركوزي بقانون منع شعائر الدينية في الأماكن العمومية يعني فهمنا باللي أنها لكل الديانات سواء كانت مسيحية أو يهودية أو مسلمية لكن شيئا فشيئا القوانين التي بدأت تصدر في فرنسا رأينا على أن الذي يقصد هو فئة المسلمين ليس إلا وكأن السلطة في فرنسا تتماشى وتجاري اليمين المتطرف أقصى اليمين المتطرف آخر شيء هو منع العباءة ليس فقط الحجاب العباءة حتى ما اسموه العباءة العباءة التي تفتديها المرأة يعني أي عباءة إن كانت ولو كانت عباءة موضة لكن هم يقصدون يقصدون المسلمين أحكي لك قصة طريفة جدا الحجاب البوركينية العباءة كلها قصة طريفة جدا في هذا الأسبوع كنت هناك مع أحد الأولياء يعني شاف بنته في مرحلة متوسطة لبست لباس محتشم فتم استدعاء الولي استدعاء الولي أمها أمها لم تكن محجبة فظنوا على أن البنت تم التأثير عليه من طرف الأولياء فانظر وبالتالي فيه مقصود الآن فيه يعني إرادة شيطنة صورة الإسلام للأسف الشديد يعني ديابوريزيلي ماشا على الإسلام منع العباءة منع الرياضيات يعني يتعدى كل يتعدى كل شيء أكثر من ذلك قانون تم المصادق عليه في الجمعية العامة الفرنسية الأولياء الذين يصاحبون أبناءهم في الرحلات السياحية يمنع عليهم ارتداء الخمار بدعوة قانين القانون يسمى بالقانون الانفصالي ينبغي لك الاندماج الكل في ذلك يعني تطويع المنظومة القانونية بما يتلاءم مع التضييق على المسلمين التضييق المقصود هو التضييق على المسلمين وهنا الحجة دائما هو أن النظام علماني وغير علماني رغم أنه كان ينقاش فرنسي كبير وسألتك في هذا الأسبوع حول مشاركة الرئيس الفرنسي في قدس البابا الذي كان في مارسيليا قالوا إذا كانت الدولة علمانية فرأس الدولة يجب أن لا يحضر هذا القدس صحيح وهناك من قال في الجهة المقابلة بأن البابا يرأس دولة وهذا رئيس دولة ويجب أن يحضر معه فيه فالمسألة يعني تتجاوز العلمانية كمبدأ وإنما إلى الإسلام وصلت حتى إلى بنزيمة اللاعب يعني كل اللاعبين في السعودية الآن يتم الترويج لهم على أساس أنهم يصدرون صورة عن السعودية فالكل تسامح مع كل اللاعبين ما عدد بنزيمة المسلم أصلا يعني تم الكلام في فرنسا على أنه يمثل الإديولوجيا الإسلامية وهو خطر على الشباب في فرنسا نعم وتشعر تشعر بذلك قانون 1905 الذي صدر بقانون لائكي في فرنسا وعدم تدخل الدولة في شأن الديني في فرنسا التوجه الآن هو توجه نحو التدخل في الحياة الشخصية والحياة الفردية للأشخاص وهذا فيه نقاش كبير جدا وجدال عميق جدا في فرنسا كيف لقوانين الدولة أن تدخل في الحياة حياة الأفراد سواء كانوا مسلمين أو من ديانات أخرى الآن تشعر تشعر الآن المواطن لا يأمن على نفسه ولا يأمن على حريته قضية نائن مثلا صحيح التي تم طيها الكيل بما كي شوف كيف التعامل كأنه في حق وأكثر من ذلك في إعلام قوي ثقيل يصاحب هذه البروباغاندا ضد مشاعر لذلك تتنامى المشاعر المعادية لفرنسا في مناطق كثيرة في العالم في مستعمراتها السابقة الجزائر وساحل الإفريقية وغيرها الآن أستاذ سعيد تعلق على هذه إذا شئت عن العلمانية وتقديمها بميكيالين أو بعدة مكيال حتى الرياضيات يتم استهدافهن في الأولمبياد وأيضا سؤالي ما الذي يمكن للدول التي تمتلك جاليات كبيرة كالجزائر مثلا كان لها بيان قوي في قضية نائل وهذا البيان كان له صدى لدى اليمين الفرنسي المتطرف ما الذي يمكن أن تفعله لدفع الإسلام والمسلمين هناك فضلنا على ما تفضل به الشيخ يوسف من المفهوم اللائكية عند فرنسا أو الجمهورية الفرنسية يختلف عن اللائكية الموجودة في بريطانيا ولموجودة في كثير من الدول أو في الولايات المتحدة نفسها بمعنى اللائكية اللائكية الفرنسية أو العلمانية في نفسها المفهوم التحق هو مفهوم عدائي ما هو مفهوم فيه تسامح أو فيه حريات رغم أن الجمهورية الفرنسية ترفع شعارات طورة الفرنسية بمعنى ولا حاجة من هذا الشعار متحق في الواقع لا في قوانين بين الناس بين المواطنين ولا أخوة غير العدوة ولا حرية الناس يشعرونها بالحرية فنقول بأن أن فرنسا المسألة المسألة هي كنت كلمت ما لأ كنت عقدة فوبيا إلى حد المرض هوس هذه ودعمة المسألة الأخرى هي انعكاس على انعكاس للوضع الخارجي لفرنسا الفرنسا الآن تتلقى الضربات الموجعة تتراجع خارجيا تتراجع خاصة في بعض الدول الإسلامية الدول الإفريقية هذه الإفريقية إسلامية نيجر مالي بوركينا فاسو هذه الدول الإسلامية تتراجع يتراجع نفوذها تتراجع ثقافتها تتراجع الامتداد التحق فهذا التراجع سبب لها غضب على كل ما هو إسلامي بمعنى الآن زادت حدة الغضب الجمهورية الفرنسية يشدين الجمهورية نحو هذا الأمر ثانيا هناك شيء اللي نقوله بكل مسؤولية أن النفوذ الصهيوني الصهيو فرنسي اللي كان موجود تنامة والمسونية تمادت صرت قوة كبيرة الآن في فرنسا حصبها حتى الرأي الحر مش المسلم الرأي الحر الفرنسي ولو كان مسيحيا ويهوديا رأي الحر كالناس أحرار صحفيين إعلاميين انتقدوا سياسات فرنسا انتقدوا ثقافة انتقدوا هذه الإجراءات التعصفية انتقدوا نتذكروا مع رجاء قارودي ومع مع كل حر وجدنا أنهم ينتقي هؤلاء هؤلاء مواطنين لهما مواطنين هنقول المسألة نحن معها والدول التي تملك جاليات كبيرة هنالك ما الذي يمكن أن تفعلها لدينا جامع باريس لدينا جالية قوية بالملايين طبعا هما الآن طبعا هؤلاء مواطنون فرنسيون ولكن أصولهم جزائرية مغربية هما الآن الآن في فرنسا نقول فرنسا سياسيا في ورطة بسياسات هذه الفوبيا لماذا لأن هذه الجاليات تتعاظم وتنمو ولها تأثير الواقع السياسي وليس للدولة الفرنسية حل معادي الجالي لاحظنا بعد قتل الشاب نائل من طرف الشرطة ماذا فعلت الدولة الفرنسية أمام الغضب الذي لم أنها راحت إلى التهديئة راحت إلى عمل التهديئة وسمعنا وزير الداخية الفرنسية دامي مش يسرح يهول من الأمر قال هذو كلهم فرنسيين ليسوا مسلمين ليسوا مسلمين وش معنتها حتى وإن كان ونحن نعرف أن الذين ألقوا قبل بعضهم من المواطنين المسلمين فرنسيين وغير ذلك وبعضهم من الحراقة ولكن لعبة لعبة آخر لأن فرنسا لا يمكن لها أن تجد حلا لهذه الجاليات إلا بإشراك هذه الجالية في القرار العام وقرار سياسي في فرنسا لهم جزء لا يتجزأ من حياة فرنسا من جمهورها ما عندهم ما يديرون هذه الجالية الجالية آجلا هذا في الوقت الذي اليمين الفرنسا لم يصل إلى السلطة فعليا كان بلدان أوروبية وصلها اليمين ولا تقوم بما يقوم به الحكومة الفرنسية كين هاجس ليس فقط فرنسا كين الهند أيضا برزت فيها مشاعر معادية للإسلام اليوم أيضا في إطار موجة العدالي الإسلام والمسلمين التي تزايدت في الهند منذ وصول حزب بهار تياجانة القوم الهندوسي بزعمة مودي رئيس الوزراء هناك امتحان سؤال ذكر في امتحان للطلاب أثار جدلا واسعا ربط بين الإسلام والإرهاب هذا السؤال ورد في امتحان لأصف التاسع بمدرسة في شمال الهند عندما يقول إن الإرهاب مشكلة عالمية تشكل تحديا كبيرا للبشرية السبب هو الأنانية السياسية الجشع للسلطة تعصب الديني إنه نظام فكري يشمل الإرهاب الإسلامي القاعدة طالبان ومختلف المنظمات السياسية الإسلامية الهند أيضا ولذلك أنا قلت ما الذي يمكن أن تقوم بالحكومات هل يعني تقدم مصلحتها السياسية مع الهند عندنا مصالح سياسية اقتصادية مع فرنسا المصالحة ترنح ولكن هناك تفاهمات فهل نقدم المصلحة السياسية أم نجعل الخلاف حول صورة الإسلام والمسلمين وأوضاع هذه الجاليات ضمنها المفاوضات بين الحكومات سيد ترفع شعار الدفاع عن الإسلام وعن الجالية المسلمة في العالم فيها أكثر من 53 دولة تحت قوية عددا نعم عددا عندها النفوذ الذي يستطيع يدفع عن الإسلام أقل من ذلك نعطيك مثلا منظمة نعطيك رابطة العالم الإسلامي أقل أقل شأنا من المنظمة التعوين الإسلامي ولكن نفوذها إمكانياتها قوية جدا سيد الكريم رئيس رابطة يجول عواصم العالم يستطيع فنرى بيانا يندد فقط مثلا مثل مثل هذا أضعف الإيمان يعني معنتها ليست قوية ليست لها أثر على تغيير الأوضاع وعلى الدفاع لأن هذه المنظمات ليست لها من الاستقلالية وهذا هو سر القوة عند في العالم الغربي كلما لأن الذي يعطيه هو الذي عنده ريموت كونترول يعني حينما تكون مستقلا تملك القرار السيد تملك متى تندد متى تلتزم متى يعني توازن مقاص المفاز أما أنك تنتظر مكالمة من وزير الخارجية أصدر بيان هذا ما ينبغي ومعظم هذه الدول تنتمي إلى حكومات يعني تعرف من يعين الأمين العام من يعين مجلس الإدارة وهنا السؤال حول الجزائر ودورها أين هي في هذه المنظمات الجزائر مؤخرا هذه ليس تملقا ولا شفونية ولا نشوفه فيه كي تحريك كأنه شيء جديد فيه جديد في السياسة الخارجية الجزائرية أول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يستدعى أقول يستدعى سفير السويد وسفير القائم بالأعمال السويدي وسفيرة الدنيمارك بعد قضية حرق المصحف مش فقط بيان بيان تنديد يعني هذه سابقة في العقيدة الديبلوماسية الجزائرية ناهيك عن القضايا الأخرى محاوة لملمة العالم العرب الإسلامي اجتماع رؤساء مجالس اتحاد البرلمان دول العالم الإسلامي كذلك في هذه القضايا طيب أنت ذكرت سيدعاء السفراء وكان هناك خطاب قوي أيضا لإبراهيم بوغالي رئيس البرلمان الجزائري الذي طالبه بوضع بونطار لمنع المساس بالمقدسات حرق القرآن وغيرها